نواصل جولتنا الإخبارية إلى وزارة التربية والتعليم حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات العامة وسيتم توزيعها على المدارس والإدارات حيث تبدأ الامتحانات 4 يناير في محافظة القاهرة وتنتهي جميع الامتحانات 22 يناير كما تبدأ الشهادة الابتدائية في المدارس العادية والصم والبكم والمكفوفين 11 يناير والشهادة الاعدادية 15 يناير وتبدأ في الإسكندرية لصفوف النقل يوم 3 يناير ويوم 10 يناير للشهادة الابتدائية و15 يناير للإعدادية ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الجامعة السبت المقبل حيث تبدأ الامتحانات في جامعة الزأزيق السبت المقبل وتنتهي في 22 يناير القادم ولازلنا مع وزارة التعليم حيث قال هاني صلاح متحدثا باسم الوزارة أن الوزارات حذرت الراغبين في التقدم لشغل وظيفة معلم أخصائي مساعد من الانسياق ورأب بعض من دعاف النفوس الذين يطلبون الرشاوة بدعوة قدرتهم على تعيينهم في مسابقة 30 ألف معلم بمقابل مادي وأضف أن الوزارة أوضحت في بيان لها اليوم أن عمليات الاختيار تتم بكل الشفافية بناء على معايير وشروط المسبقة المعلنة عنه